بسم الله الرحمن الرحيم بما أن الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحكم الأجواء في زماننا الآن في هذا الزمان لا بد أن يكون لهذا لهذا الأنترنت ولما فيه من تطبيقات لا بد له أن يكون هناك أحكام أو التعرض إلى على الأقل فقبل كان مسألة طلب الزواج معروف الإنسان يروح يأخذ أهله ويروح مثلا يعرف أنه بيت فلان أكو مرة زين فيروح يتقدم يأخذ أموية يأخذ أخته ويتقدمون على أهل الإبنية ويخطبون الآن في زماننا هذا اختلف الوضع صارت المسألة أنترنت وواحد يشوف الثاني وربما يتكلمون مع بعض وربما يطلعون على أشياء قبل ما كانت موجودة لاحظ لازم نفرق ما بين العرفيات وما بين الشرعيات الشرع يقول للمكلف إليك الحق أن تشوف المرأة قبل أن تعقد معها عقد سواء كان دائم أو كان منقطع يتسمى بالنظرة الشرعية لسا النظرة الشرعية عند الشرع لها فد معنى معين لربما في بعض المجتمعات ممكن إجراءها وفي مجتمعات أخرى لا يمكن إجراءها للظرف الاجتماعي يحكم هذا لأنه النظرة الشرعية عندنا نسا مثلا في الروايات عن الأئمة عليه الصلاة والسلام أن النظرة الشرعية يعني للرجل حق أن ينظر إلى المرأة بأخف ثياب أن تخرج له بأخف ثياب لكن هذه في مجتمعات ممكن يجري وفي مجتمعات أخرى لا يمكن مثلا في مجتمعاتنا هذه لا يمكن أن يكون ذلك تمام لولا؟ حتى وإن كانوا يعني عوائل متدينة وملتزمة بالشرع الإسلام تمام؟ ليش؟ لأن الظرف المجتمعي لا يسمح هذا بالإضافة إلى أنه من شروط هذه المسألة أن يكون الرجل المتقدم للزواج أن يكون قصد الزواج فعلا هذه واحدة اثنين أن يكون أمين وملتزم دينيا لأنه هذه الأمرأة اللي هو دا ينظرها الآن هي شنو؟ بحكم زوجته يعني شقد شافها لمدة دقيقة أو دقيقتين مثلا هاي الدقيقة والدقيقتين هي بحكم زوجته فلا يمكن أن ينقل ما يراه إلى الآخرين لأنه زوجته شنو ينقل أوصافها إلى الآخرين لابد أن يتحلى بالأمانة وبالالتزام الديني حتى في سبيل الأهل يقول له لا تفضل اللي تريد الزواجها هي ويقدموا الهياء مثلا امفرعة وبأخف الثياب تمام؟ لكن هذا إذا الإنسان هذا ما ملتزم أو جاهل بالأمور الدينية أو ما عنده أمانة ممكن أن يوصفها للآخرين هذا لا يجوز أن تعرض البنت إلى ويقولوا لا تفضل هاي اللي أنت راح تزوجها لاحظت؟ الأهل طبعا ما يقبلون يشوفون إنسان مؤمين يقدمون بيتهم يقولوا لهذه اللي راح تزوجها لاحظت؟ إذا قدموا الهياء فيقدموا الهياء بشكل ساتر مستورة ولابسة حجابها مجرد بس يشوف وين قرص الوجه نرجع إلى مسألتنا مسألة التواصل الاجتماعي هذه المسألة محكومة أيضا بنفس الشرور أيضا يجب أن يكون الطرفين على التزام تام دينيا وأن يكونوا كلاهما أمين لا يصف للآخرين ما يراه إلى آخرين إنسان